أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني وأكدت الوزارة على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا وذلك طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت